ترأس الوكول المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناع والتجارة والسياحة الشيخ حمد بن سلمان الخليف أعمال الاجتماع الأول لمراجعة السياسات التجارية لمملكة البحرين للعام 2021 والذي يأتي في إطار منظمة التجارة العالمية وذلك بمشاركة فريق من إدارة التجارة الخارجية والملك والملكية الصناعية وعدد من المختصين بمنظمة التجارة العالمية وخلال أعمال الاجتماع أكد الشيخ حمد بن سلمان الخليفة الاستعداد التام لعقد مثل هذه المراجعات حيث تعد هذه المراجعة الرابعة منوها إلى أهمية إبداء على درجات التعاون بالاستناد إلى الخبرة العملية التراكمية في هذا المجال الأمر الذي يؤكد على الدور المحوري لمملكة البحرين في منظمة التجارة العالمية حيث تعد مملكة البحرين عضوا مؤسسا في المنظمة من جانبه أشهاد السيد ويلي الفارو من منظمة التجارة العالمية بجهود مملكة البحرين في تعزيز ثقافة الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف والإلمام بالممارسات العملية لمنظمة التجارة العالمية ما يجعلها عضوا فاعلا فيها اشتركوا في القناة